ومشاهدين كرام حديث أكثر حول فيروس كورونا وآليات الحجر الصحي المنزلي تحديداً تنضموا لأنه الآن هنا في الستوديو مديرة برنامج مكافحة العدوى في مركز الحسين السرطان واختصاصية الوبائيات السيدة سوسن مبارك سيدة سوسن أهلا وسلم بك في نشرة السابعة مساء سيدة سوسن نتحدث الآن وتحدثنا قبل قليل مع الدكتور عدنان اسحاق عندما قال اهتمال كبير لعدد الأنين القادمين سوف يتم تفعيل الحجر المنزلي لمنع العدوى والآن كيف يمكن تطبيق الحجر المنزلي بأفضل الطرق الحجر المنزلي هو استراتيجية صحية متبعة في العالم في حال تفشي الأمراض السارية والمعدية وقد اتبعت هذه السياسة أو الاستراتيجية في الدول المتقدمة التي انتشر فيها الوباء مثل الوليات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة الأشخاص القادمين من الدول التي فيها الوباء يفترض أنهم إذا يدخلوا ضمن منظومة الحجر الصحي أو استراتيجية الحجر الصحي فكل شخص قادم من دولة فيها انتشر الوباء أو يشتبه في انتشار الوباء فيها خلال 14 إلى 24 يوم السابقات يفترض أنه يدخل بالحجر المنزلي أو أشخاص خالطوا شخص مثبتة إصابته بفيروس كورونا وظهرت عليهم الأعراض خلال فترة أو حتى لم تظهر عليهم الأعراض أو حتى لم تظهر عليهم الأعراض كذلك شخص خالط شخص قادم من دولة منتشر فيها الوباء أو يشتبه في انتشار الوباء فيها خلال 14 يوم السابقات أو للمقدمين الرعاية الصحية أو للأشخاص الذين خالطوا شخص مثبتة إصابته بالوباء وأحياناً قد تصل في الدولة أنها تعلن الحجر الصحي على منطقة معينة على تجمع سكني معين هذا بيرجع بحالات التفشي القصوى للوباء ستحدث عن الحجر المنزلي نوضح لمشاهدين أنه ليس أن الواحد يجلس مع عائلته في البيت ويبقى 14 يوم إنما يجب أن يبقى في غرفة لوحده نوضح هذه نقطة بالتحديد صحيح هذا الكلام صحيح وهو واجب على الشخص الذي يتم وضعه في الحجر المنزلي حسب وزارة الصحة وتعليمات وزارة الصحة أن يبقى بهذا الحجر المنزلي مدة 14 يوم اللي هي مدة فترة حضانة الفيروس وفترة حضانة الفيروس ممكن الشخص يظهر عليه الأعراض وممكن لا تظهر عليه الأعراض فالشخص هذا لا يفترض فيه أنه يختلط بأي أشخاص آخرين وهذا واجب على الشخص المحجور عليه أنه يعزل نفسه بمعنى كلمة يعزل نفسه في غرفة خاصة هذه الغرفة يكون هو فيها متوفر له وسائل الراحة فيما فيها طبعا حمام خاص له رح نحكيها يعني هذا الشخص إذا كان في منزل فيه عدة أشخاص آخرين يفترض أنه يراعي عائلته وأفراد عائلته سواء زوجته أطفاله أو الكبار في السن فبدو يلتزن بغرفة مخصصة بنقول هاي الغرفة هي مخصصة للعزل أو الحجر المنزلي بنوفر له فيها كافة الأشياء اللي بيحتاجها سرير موبايل شاحن ثلاجة إذا فيه مجال ماي حمام الحمام إذا متوفر بالبيت حمام واحد ممكن نخصصه لهذا الشخص بأوقات معينة وبعدها بده يتم تعقيمه حسب مواد التنظيف المنزلية وبإضافة الكلور الكلور هي مادة تقضي على الفيروس كورونا حسب الدراسات والأبحاث بتراكيز معينة يعني إذا أخذنا خمس معالق ميلي كلور وضعناها بأربعة لتر ماي ورشينا ونظفنا مقابض المقسلة المقسلة إدين باب الحمام الحوض نفسه المععدة يفترض أن ننظفه منذ الأشياء هذا إذا كان الحمام هو حمام واحد في المنزل لكن إذا يوجد عدة حمامات يفضل أن نخص هذا الحمام لهذا الشخص المعزول في البيت ويتم تنظيفه بشكل مستمر بإضافة استخدام سيد سوسن تكون واضحة الأمور أعتقد الأدوات يعني مثلا لو تناول الطعام تكون المعلقة أيضا كلام سليم وأدوات أخرى خاصة فيه أو استخدام معالق بلاستيكية ورميها بنوفية صحيح نحن بنقول هذا الشخص بده يجلس بهذه الغرفة معلش فترة 14 يوم بده يتحمل بده يحمي عيلته بده يحمي أفراد أسرته بده يحمي المجتمع هذا واجب وطني وهذا يعني شرعا واجب عليه أنه ما يقذل آخرين بده يدخل كيف طريقة تقديم الطعام إلوه بدنا منصلا الست البيت الموجودة معا بالبيت بده يحضروا له الطعام وحطوه إياها على الصينية يترقوا البيت من الباب من الخارج هو ساعتها هي بده تروح اللي بده يقدم له الصينية بده يبتعد من أمام باب الغرفة بده يفتح باب الغرفة وهو لابس الكمامة بده يتناول الصينية يدخلها لجوه يتناول أكله هلأ يفضل إذا فيه إمكانية استخدام أدوات المعالق البلاستيكية لنتخلص منها بعد استخدامه إذا لم يمكن بدنا نجليهم بمواد الصابون المطهرة بإضافة الكلور إلها وتكون مخصصة لهذا الشخص أشكرك جزيل شكرا أستاذة سوسم مبارك مديرة برنامج مكافحة العدوى في مركز الحسين السرطان شكرا لك على كل هذه المعلومات شكرا لك